اهلا بكم في بقية خبر جديد معكم بدر الدين نصار اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب القضاء الامريكي بالتقليل من اهميته وذلك قبل ساعات من جلسة حاسمة بشان مصير مرسومه المثير للجدل حول الهجرة وكانت كبرى شركات التكنولوجيا الامريكية قد اعلنت عن تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الفيدرالية ضد قرار ترامب الخاص بالمهاجرين وحذر الصفر المزيد في التقرير التالي ربما لم يكن حاضرا ببال الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ بدء حملته الانتخابية ان تصريحاته ضد المهاجرين والمسلمين ستضر بالاقتصاد الامريكي بقدر ما تضر الوافدين انفسهم او انها ستدفع الداخل الامريكي للانقلاب على سياساته وتواجهه فيها قضائيا فمعركة ترامب مع القضاء تنضم اليها اليوم شركات متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مثل شركة ابل وغوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر بعد ان قدمت مذكرة قانونية الى محكمة الاستئناف على القرار التنفيذي لدونالد ترامب القاضي بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الاراضي الامريكية وتؤكد الشركات في مذكرتها على حجم الاضرار الكبيرة التي تلحق بها جراء ذلك القرار ومعتبرة اياها خروجا عن مبادئ الانصاف المذكرة لم تقتصر على الشركات التكنولوجية بل وقعتها شركات اخرى متضررة من بينها نيتفليكس واوبر وايبي وهو ما دفع رئيس شركة امازون جيف بيزوس الى القول انه لا توجد دولة لا تستفيد من طاقات ومواهب المهاجرين بما لديهم من مميزات تنافسية فريدة تحركات تلك الشركات لم تكن تنحى المنح القانوني في البداية بقدر ما كانت تحاول ممارسة ضغط من نوع اخر وهذا ما توضح جليا من حجم الحملات الدعائية التي اطلقتها شركات امريكية مطالبة ببقاء المهاجرين والوافدين فضلا عن الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي لمعنى القبول بالثقافات الاخرى وعدم الاستغناء عنها جدير بالذكر ان المذكرة القانونية التي قدمتها شركات التكنولوجيا صلتت الضوء على عدد الشركات التي اسسها مهاجرون وابناؤهم من الاجيال المتعاقبة في الولايات المتحدة والذي يتجاوز مئتي شركة من قائمة فورتشن لأكبر خمسمائة شركة في العالم مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكثير من موظفي شركات التكنولوجيا الامريكية يحملون الجنسية الامريكية لكنهم مولدون في الخارج معنا الآن من واشنطن ادوارد جوزف استاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز ومعنا من لندن اشرف العادي المدير التنفيذي لشركة انتر ماركت استراتيجي وأبدأ معه استاذ اشرف مرحبا بك ما هو الضرار الفعلي الذي قد يلحقه قرار حظر السفر على الدول السبع المعروفة الدول السبع الإسلامية على شركات التكنولوجيا في امريكا نعم مساء الخير طبعا يعني الأسبوع اللي فات كانت المسألة هذه اغلاق الأبواب للمواطنين من السبع دول كانت مسألة إسلام والآن تكبرت وصارت أخطر صارت مسألة هجرة واعفاء يعني الشركات لا تتكلم عن دفاع عن الإسلام ولا تتكلم طريقة رومانسية مع حقوق الإسلام النقطة المهمة لهذه الشركات أنه إعفاء وليس إعفاء ولكن يعني اغلاق الباب للمواطنين هذول الذين يكونون جزء كثير مهم من اليد العاملة في الولايات المتحدة وخارجها هذا سيضر الأرباح الشركات هذه وهذه الشركات ليست صغيرة فالإجابة للسؤال إذا يعني إذا إغلاق الأبواب لهذه البلدان ستبقى مهما يتكلم عليها ترامب أنه ضد البلاد الإرهاب ولا ضد الإسلام ولا ستضر وستصعب وستصعب الشركات النقطة التي نود أن نعرفها يعني الطريقة المباشرة التي ستتضرر بها شركات التكنولوجيا في السيليكون فالي من هذا الحذر لأنه معروف أن عدد من المهندسين والخبرات والكفاءات هي فعليا ليست أمريكية ولكنها لا تأتي من هذه الدول بالتحديد يعني تأتي من هونج كونج تأتي من الهند من باكستان وهذه ليست ودول أخرى والصين واليابان طبعا هذه الدول ليست في القائمة المحظورة فإجابة لسؤالك هذا الأخير أن العاملين مجرد لأنهم هم مهاجرين وعلى الرغم أنه لم يأتون من هذه البلدان ففي هناك يعني شعور أنه اتحادية مع المعاملين الذين هم من البلدان هذه والشركات هذه لا تنسى يعني يتعاملون مع الشركات أخرى التي ليست في اللائحة التي يمكن أن تعتمد على الناس من البلدان هذه فأعتقد أنه في هناك شعور الاتحادية وأعتقد أنه منيح لأنك سألت السؤال لأن على الرغم أنه البلدان هذه لا تكون معظم اليد العاملة الشركات هذه ستكون تحت ضغط أن تتكلم يعني زي ما كانوا بعدما تعين بعدما فاز دونالد ترمب الشركات صارت تحت ضغط أنه تشارك في معهد الأعمال أو تحت ضغط ترمب لكي يكونوا في داخل اللعبة والآقرة والآقرة الآن تحت ضغط أن يشاركون في النصف الآخر كما فعلت شركة أوبر بعدما حاولت أن تنتهز فرصة فرصة عمل لما نقابت التاكسيات ولا سيارات الأجرة لما سوت احتجاجات في المطارات في نويورك نعم فأوبر أتت تحت ضغط أنه أرادت أن تنتهز هذه الفرصة ونحن نعمل ماذا فعلت اسمح لي هنا أن أتوجه إلى واشنطن وضيفينا من هناك أدوارد جوسف مرحبا بك أساد جوسف ما الذي يخيف شركات التكنولوجيا في سيليكون فالي من هذا القرار في الحقيقة إنه ليست قضية متعلقة فقط بمنع المسلمين لكن هذا يعود إلى الحملة الانتخابية لدونالد ترامب حيث أنه كان واضحا في معادات الهجرة وشركات التكنولوجيا العليا تعتمد على التأشيرات الخاصة التي تسمح لها باستخدام باستجلاب العمال المتخصصين وهم لا يريدون وضع أي حواجز أو عراقيل بخصوص هجرة العقول التي هم يجربونها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية وحملة دونالد ترامب كانت في مجملها ضد الهجرة وهم يشعرون بالخطر على الرغم من أن كما أوضح ضيفك في لندن بأن هذه الدول ليست هي الدول الأساسية المصدرة للعقول المتخصصة في التقنية والتكنولوجيا العالية ولكنهم ينظرون إلى هذا كبداية وكدعم غير مباشر لمشروع ترامب بالقضاء على الهجرة وبالتأكيد هذا أيضا هناك خشي على صورتهم هل هي خطوة استباقية تحسبا لأن ربما يقرر ترامب في لحظة من اللحظات أن يوسع من لائحة البلدان التي يحضر منها السفر التي يقول حتى الآن أن هذه الحق تتوسع في أي لحظة جزئيا الأمر كذلك لأن شركات التكنولوجيا تعلم بأن عضو مجلس الشيوخ الذي تم تنصيبه كمدعي عام فيدرالي وهو جيف ساشن من ألباما وهو كان واضحا جدا في حديثه ومعارضته للفيزا الخاصة بالعقول المهاجرة فهم يعلمون بشكل كبير بأنه هذه الشخصيات التي رشحها والتصريحات التي أصدرها وهم أيضا يشعرون بالرأي العام ولا بد أن يعرف مشاهدوكم بأن هناك عشرات ملايين من الأمريكيين الذين يعارضون سياسات دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة ويشعرون بالغضب الشديد وشركات التكنولوجيا لا تود أن تتورط في هذا الموضوع ورئيس مجلس إدارة أوبر استقال ومن المجلس الأعمال الذي أقامه دونالد ترامب وهو لا يريد أن يقوم بأي دعم مباشر أو غير مباشر لدونالد ترامب هم يعبرون أيضا عن مصالح اقتصادية وأيضا يعبرون عن مصالح سياسية وهم يدركون بأنهم سوف يخسرون المستهلك الأمريكي إذا دعموا سياسات دونالد ترامب طيب عودة إلى لندن وضيفنا أشرف العادي أود أن أسألك أستاذ أشرف أنت في مجال التكنولوجيا طبعا ما نسبة مما نسبة الإسهام المهاجرين والأجانب في السيليكون فالي ما عددهم هل نسبتهم كبيرة في تلك الشركات هل إسهامهم فعلي نوعي مهم حتى يعني تدق هذه الشركات نقص الخطر إن منع هؤلاء من الوصول إليها بالضبط أظن الإجابة الثالثة لازم أعطيك إياها في السؤال الأول أخ يعني بدر أنه حتى سألت سؤال جيد أنه قلت أنه هل هما هل ردت الفعل الشركات أنا سأجاوب سؤالك الآن بس ردت الفعل أنه كانت قبل ما ترامب يوسع يعني عدد البلدان ولكن حتى إذا ما يوسع عدد البلدان من 7 إلى 9 أو 10 أو ما يصل إلى باكستان أنا أعتقد أنه إذا سيصل إلى باكستان وللعند يعني سيليكون آلي خلاص راح أتسكر المشكلة أنه ترامب إيش رح يسوي يقول من شان أثبت لكم أنه هذه ليست قصة إسلام فأنا سأشدد منح التأشيرات الـ H1B التي يعتمد عليها وتعتمد عليها شركات تكنولوجيا فحتى إذا لم يكن هناك إعلان في الصفحة الأولى أو الثانية أو الثالثة عن الـ H1B فيزا هذه راح تصير راح تصير يعني أنه راح يشددونها أنا كنت عايش بأمريكا أنا عايش بلندن بس كنت عايش بأمريكا لمدة سنين ولما تخرجت من الجامعة لما دخلت في سوق العمل دخلت في الـ H1B وأعتقد أنه كل عام كانوا يعطوا خمسة ألاف وخمسين ألف وستين ألف الأمر هذا كثير مهم فأعتقد أنه هذا ما نسبة إسهام الأجانب والمهاجرين في تلك الشركات لأنه حتى في مذكرة الاحتجاجة التي قدمتها هذه الشركات أشرت إلى عدد مهم وهو أنه مئتي شركة من أصل أكبر خمسمائة شركة تكنولوجيا في العالم أسسها مهاجرون أو أبناء مهاجرين يعني هناك إسهام فعلي للأشخاص الذين يأتون من الخارج إلى أمريكا في مجال التكنولوجيا لذلك الحذر خطير جدا عليها وهذا ليس أهم شيء ليس إلا مكان ولادة الرئيس التنفيذي لا كم الآن هل الناس الذين ليس خلقين وليس والدين بأمريكا الذين شغلونا بكاليفورنيا بسيليكون فالي هل هذا يكون 20 ولا 30 بالمئة هذا هو السؤال ففي كثير لأصلهم صيني أصلهم هندي والآن مع الجيل الجديد الآن في 2017 في كثير من الناس اللي صاروا يدرسوا فهم خلقين بأمريكا فلا يهمهم الأمر لكن الناس اللي يأتي من حوالي 20 سنة 15 سنة 16 سنة 17 سنة ولكن هم خارجين فأعتقد أنه هذا يمكن لن أكون مفاجئة أنه الأرقام ستكون بين 20 و30 بالمئة من اليد العاملة من الشركات هذه طيب ساذة أدوارد جوسف في واشنطن ستيف بانن الشخصية الجدلية وهو الآن من أهم مستشارية دونالد ترامب في المجال الاستراتيجي مستشاره الاستراتيجي كان قد صرح سابقا قبل أن يعين في هذا المنصب وقال أن نسبة المهاجرين والأجانب بين مديري الشركات الكبرى في سيليكون فالي مقلقة للولايات المتحدة ومقلقة له بالتحديد الآن وقد أصبح في هذا المنصب وقد أسهم فعليا في إصدار هذا القرار هل نتوقع فعليا أن القرار كان من بين أهدافه منع هذه العقول من السيطرة على سيليكون فالي ونسبة المرتفعة هناك أعتقد بأن هذا حقيقي تماما هناك شعور معادي للهجرة والمهاجرين في إدارة ترامب ونعم بالتأكيد وستيف بانن كما ذكرت من قبل وأيضا المدعي للعام القادم ودعونا لا ننسى أيضا بأن دونالد ترامب نفسه في خطابه الافتتاحي عندما أعلن عن حملته للاتخابية الرئاسية أهم كلمة قالها في تلك الإعلان في نيويورك هو أنه تحدث عن المهاجرين في تلك الفترة تحدث عن المهاجرين الميكسيكيين هو استغل هذه الفرصة وأنت كما تسأل عن ستيف بانن هو وستيف بانن يؤمنون بأن ما يقولون هو يؤثر في جزء كبير جدا من المجتمع الأمريكي ولكن ما اكتشفوه الآن هو أن هناك جزء كبير جدا من المجتمع الأمريكي وربما جزء أكبر لا يؤمن بهذا الموقف العنصري المعادي للهجرة والذي يضر بمصالحنا الاقتصادية والذي سوف يحرم قطاع كبير جدا من شركاتنا ومؤسساتنا من الخبرات التي يمثلها المهاجرون هو الآن سوف يكون عليه مواجهة العواقب ليس فقط القضائية لقراره ولكن أيضا العواقب السياسية لقراره طيب في مذكرة الاحتجاجات التي أصدرت هذه الشركات وهي بالمناسبة أكثر من 120 أو 125 شركة دولية في الولايات المتحدة لتكنولوجيا طبعا حذرت بأن النتيجة لهذا الحذر ستكون واحدة من اثنين إما أن عدد العقول المختصة في مجال التكنولوجيا نفس الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا أو الخيار الثاني هو أن الشركات التكنولوجية داخل الولايات المتحدة ستبحث عن مكان آخر خارج أمريكا ربما كندا ربما بلدان أخرى في أوروبا ما الذي ترجح أن يحصل نحن سوف نرى اليوم ما الذي سيحدث لأن هناك محكمة الاستيناف التي هي أعلى من المحاكم المحلية وأعلى من المحاكم الولائية والكثير من مشاهديكم يعرفون بأن الكثير من الشركات التقنية هي موجودة في واشنطن والقاضي الذي سوفحكم في هذا الأمر هو قاضي تم تعينه من قبل الجمهوريين وكان قراره سابق ضد قرارات رئيس ترامب ولم يسمح القبول بقرار ترامب بخصوص منع المهاجرين الليلة السيد هناك أيضا في سان فرانسيسكو محكمة استئناف سوف تسمع استئناف الذي تقدمت به إدارة رئيس ترامب والذي تقول فيه بأن من حق رئيس ترامب أن يقوم بهذا القرار بناء على المصالح القومية والوطنية والتهديد الذي يواجهه الأمن القوم للولايات المتحدة الأمريكية وسوف يكون هناك حوار فيما إذا كان تعليق قرار رئيس ترامب دستوري أو غير دستوري اليوم أو الليلة سوف نعرف المزيد ولكن يبدو بأنه بمساء الساعة السادسة بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية سوف نعرف ما الذي يحصل وأيضا حتى رئيس ترامب وإدارته ليس فق القانون طيب عودة إلى لندن والساد أشرف إن وصلت الولايات المتحدة العمل بهذا القرار ومنعت فعليا هذه العقول المهاجرين بشكل عام ومن بينهم هذه العقول في مجال التكنولوجيا من التوجهة للولايات المتحدة هناك عدد من الدول التي تريد أن تستفيد من ذلك مثلا كندا قالت إن أغلقت أبواب أمريكا فأبواب كندا مفتوحة أمام هذه الخبرات المميزة في مجال التكنولوجيا هل فعليا سيتوجه أولئة إلى دول أخرى وتستفيد تلك الدول مما كان يجب أن تستفيد منه الولايات المتحدة هل وصلتكم الخبر هل وصلكم الخبر بماذا سيحدث في دبي أم لا لم يصني أنا بعد حدثني طلع في خبر من بلومبيرغ مصدر محترم أن دبي سيكون تأشيرة جديدة التي ستشجع الأعقال والأمخاخ والعباقرة الذين يشتغلون في التكنولوجيا ستكون زي بأمريكا عندهم فيزا فيزا رائعة وجبارة الناس المفضل الذين هم مشاطرين بتكنولوجيا لكي تشجع وتنتهز تنتهز الفرصة بماذا يحدث في الولايات المتحدة ولماذا لأن دبي تريد أن تكون مركز آخر مثل السيليكون تحاول أن تستقطب تلك العقول تقصد بالضبط بالضبط يمكن أن يقال هل هذه نتيجة ولا ردة تفعل بماذا فعله ترامب أم هذا كان برنامج كان يفكروا عليه من زمان لا يهم المهم أن العالم يتحرك مثل تيريسا مي رئيسة الوزراء في بريطانيا الآن تشرف على حكوبة التي تريد خروج بريطانيا من أوروبا وعندك فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإلى آخر يعطون البيصات الأحمر للناس التي تقولون هنا في البنوك في لندن الخيار الثاني الذي حطيته في سؤالك أم الخيار الثاني للشركات أن تقصد إلى خارج الولايات المتحدة لا لأن سياسة ترامب تريد أن تكون الأعمال في هذه البلاد وأننا نعرف ماذا فعل لما هدد شركة الصيارات لما شركة فورد أرادت أن تفتح مصنع جديد في المكسيك قال لهم إذا بتطلعوا على المكسيك أنا رح أزيد لكم الضرائب فتععدوا بداركم بديترويت فقالوا أوكي فإذا ردت الفعل هذه فإذا الشركات ستهرب من قرار ترامب فماذا سيحدث فترامب يقول لهم لا إذن تستبعد خروج شركات التكنولوجيا من أمريكا العقول قد تتوجه إلى وجهات أخرى سيد جوسف في واشنطن الذين عرفوا أن علاقة ترامب جيدة بتويتر إذن المفروض أن علاقته بتكنولوجيا بشكل عام ربما تكون جيدة ولكن من خلال حملته الانتخابية هو قام فعليا باستعداء سيليكون فالي وكبريات الشركات هناك كيف لنا أن نتوقع مستقبل العلاقة بين ترامب والشركات الكبرى الضخمة للتكنولوجيا في الولايات المتحدة نعم لم تكن لديه علاقة ممتازة مع تكنولوجيا المعلومات خلال حملات الانتخابية قد كان لديه داعم واحد فقط مهم هو بيتر ثيون الذي كان داعما كبيرا لمستر دونالد ولكن معظم وادي سيليكون أو سيليكون فالي كانت ضد رئيس ترامب نتيجة لتعامله العنيف مع الهجرة وأيضا الشركات أجرت معه لقاء في مقر حملته الانتخابية في شهر ديسمبر وكان هناك حوارا لطيفا بينهم بينهم مثلين عن تلك الشركات وعن الرئيس ترامب ونعم هناك بتأكيد شكل أشكال التواصل ولكن ليس بخصوص الأمر المتعلق بالهجرة لأن هذا الموضوع يهدد العلاقة القائمة بين الإدارة الحالية وشركات التكنولوجيا لأن الكثير من مدراء هذه شركات هم أيضا مهاجرين أو مهاجرون بل وبعضهم لاجئون لا أعتقد بأنهم سوف يتخلون عن موقفهم هذا والحقيقة الأمر أنهم قاموا بدعم معارضة قرار ترامب في المحاكم الفيدرالية يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها هذه الشركات بخصوص موضوع الهجرة السؤال هو هل سوف يستمع مستر ترامب إلى مستشاري مثل ستيف بانن وغيره الذين يهددون علاقته بشركات المال والأعمال والتي قد تهدد الاقتصاد الأمريكي وربما سوف تتسبب سياساته في فقدان الكثير الأمريكان لوظائفهم أشرت إلى الشخصية مهمة جدا وهي بيتر ثيل وهو المريادير الأمريكي الذي صنع ثروته في مجال التكنولوجيا كان من بين مؤسسي شركة بايبال الشهيرة الآن كان من الدعمين الأساسي لحملة ترامب الانتخابية والوحيد من السيليكون فالي الذي دعم ترامب الآن أصبح من أهم مستشاري في مجال التكنولوجيا كيف سيساهم هذا الشخص بيتر ثيل في صياغة سياسة ترامب تجاه التكنولوجيا لا تحدث فقط على مسألة الهجرة ولكن سرية المعلومات الضغط على تلك الشركات من أجل أعطاء كلمات المرور وما شابه للحكومة والدولة في الولايات المتحدة الضغط عليها من أجل القيام بذلك كيف تتصور مستقبل هذه العلاقة سؤال رائع علينا أن ننتظر ونرى كيف سوف يقوم سيد بيتر بالتبرير دعمه لموقف رئيس ترامب بخصوص هذا الموضوع لأنه سوف يكون وحيدا في سيليكون فالي لا بد عليك أن تتذكر بأن هذه بلاد ضخمة جدا وكبيرة جدا وبلاد حرة ومن حق الناس أن يحملوا الأراء التي يريدون وأن يعبروا عن أرائهم وبيتر لديه كل الحق في أن يتخذ الموقف الذي يريد وأن يدعم موقف رئيس ترامب ولكنه سوف يكون من الصعب بالنسبة له أن يحافظ على هذا الموقف وهذا الرأي عندما يرى بأن بقية زملائه في سيليكون فالي هم يعارضون رئيس ترامب ربما سوف يحاجج بأن بما يقوله ترامب بأنه علينا أن نرى إلى مصلحة الولايات الأمريكية أولا وإلى مصلحة المواطنين الأمريكيين ولماذا ليس بإمكان الأمريكيين أو الأمريكي أن يقوموا بهذه الوظائف ولكن لا أعتقد بأنه سوف تكون لديه الكثير من المصداقية ولا أعتقد بأنه نوعية أشخاص الذين لا يهتموا بمصداقيتهم أو كيف ينظر إليهم الناس هو رجل ثري جدا ولا يعنيه الكثير الرأي العام إنه يشبه دونالد ترامب من حيث أنه لا يهتم شكرا جزيلا لك أدوارد جوسف أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز من واشنطن وشكرا أيضا لضيفنا في لندن أشرف العيد المدير التنفيذي لشركة إنتر ماركت ستراتيجي في لندن مشاهدين أيضا شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة كان معكم بطري الدين الصار إلى اللقاء في بقية خبر جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة